نعم كل ما عملته الحكومة العراقية من خلال ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة هو تقديم طلب إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة بقصف قاعدة عين الأسد في حين تجاهل كليا الإجراءات القانونية والدولية الواجب اتخاذها نعم وفق جريمة المطار اللي حصلت يوم ثلاثة واحد لكن هذه الجهود الوطنية حقيقة تكللت رغم تأخيرها بعد عام من الجريمة النكراء بقيام قاضي التحقيق المختص بإصدار مذكرة قبض ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وهذا الأمر حقيقي يسجل للقضاء العراقي محافظته على أرواح العراقيين لكننا نأمل من القضاء العراقي المزيد من القرارات المتعلقة في استكمال التحقيق نحن لا نكتفي بمجرد إصدار مذكرة القبض وإنما يتوجب تحديد مسؤولية باقي الأشخاص سواء داخل العراق أو خارج مسألة تعريض سلامة الطيران المدني للخطر هل من المعقول أن يصار إلى قصف قائد عسكري بدرجة رئيس أركان هيئة الحشد يقابل رئيس أركان الجيش العراقي في محيط مطار بغداد الدولي وتمر هذه الجريمة دون إجراءات حكومية من القائد العام للقوات المسلحة ودون إجراءات رادعة أخرى من لجنة الأمن والدفاع النيابية تتضمن استدعاء رئيس مجلس الوزراء ومساءلته عن الإجراءات التي اتخذ بصدد القوات الاحتلال إذن يعني رئيس مجلس الوزراء ما سوى شيء ما قدم شيء سحن السيادة العراقية ومن ثم تفضلت شخصية بهذا المستوى إذن ما سوى شيء حقيقة اليوم ننتظر ونعتمد على لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب من أجل فتح هذا الملف مرة ثانية لأن مسألة هذه المفاوضات التي تحصل البعض يدعي أن القرار النيابي الذي صدره عبارة عن ردة فعل بإخراج القوات الأجنبية لكن هذا القرار قرار وطني يحافظ على الدستور رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب النواب كلهم قد أدوا يمين المحافظة على استقلال العراق ووحدة أراضيه نعم وسيادته وفق المادة 50 وكذلك المادة 1 والمادة 109 من الدستور لهذا اليوم عندما حصل تلكء في تطبيق القرار النيابي المتعلق بإخراج القوات الأجنبية سواء كانت الأمريكية أو حتى قوات الاحتلال التركي في كردستان هذا الأمر يوجب على لجنة الأمن والدفاع النيابية أن تتدخل وتحاسب رئيس مجلس الوزراء عن هذه الخروقات المتعددة للسيادة العراقية نعم فلهذا ننتظر هذا التحرك النيابي لأن من يدعونا اليوم بعدم وجود هيبة للدولة وسيادة الدولة أيضا نحن ندعي أن الدولة مقصرة والحكومة العراقية مقصرة في ملف السيادة العراقية بالأخص في التعامل مع جريمة المطار وغيرها من الجرائم التي طالت أبناء الحجد الشعبي وكذلك أبناء القوات المسلحة العراقية